السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم لمدارس التحفيظ للصف الثاني الابتدائي بإذن الله خلال هذه الحصة نكمل معا سورة المزمل ونأخذ آخر آية آية رقم 20 بالإضافة إلى مراجعة ما أخذنا سابقا من سورة المزمل كاملة بإذن الله في البداية نراجع معا آداب تلاوة القرآن الكريمة وخلونا أيضا نتذكر خلال هذه الحصة السور المطلوبة مننا خلال هذا الفصل الدراسي نتذكرها بشكل سريع طبعا معنا ست سور أولة سورة هي سورة المزمل كذلك سورة الجن سورة نوح سورة المعارج سورة الحاقة سورة القلب إذن ست سور بإذن الله خلال هذا الفصل الدراسي بدأنا سويا سورة المزمل ونختم تلاوتها خلال هذه الحصة بإذن الله آداب تلاوة القرآن الكريم مهم جدا أن نعرفها ونلتزم بها عند تلاوتنا للقرآن الكريم تذكرون أول أدب قلنا خلال الحصة الماضية ما هو أحسنتم قلنا أول أدب هو الوضوء إذن أتوضى قبل أن أمسك أو أمسك المصحف مهم جدا أن أكون على وضوء كذلك قلنا بعد ذلك الاستياك ممتازين إذن استخدام المسواك وسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تفهم مهمة باستخدام المسواك أو فرشات الأسنان بعد ذلك قلنا الاستعاذة والبسملة متازين قبل أن أقرأ أي سورة من بدايتها أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا قرأت أي آية أخرى الآية رقم مثلا عشرة خمسة عشر عشرين آية من وسط السورة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم بعد ذلك قلنا الترتيل يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيل مهم جدا دائما أن نقرأ القرآن بصوت جميل وبترتيل وأنتم تستطيعون جميعا الترتيل بعد ذلك قلنا أيضا الخشوع إذن التزامنا بأداب بتلاوة القرآن الكريم وأيضا قراءتنا في مكان هادئ تساعدنا على الخشوع والتلذذ بتلاوتنا للقرآن الكريم وبالتالي أيضا نتمكن من التدبر والتفكر في الآيات التي نقرأ خلونا أيضا في بداية الحصة نراجع معنا وتذكر تنبيهات عامة مطلوبة منا في حصة القرآن الكريم تذكرون أول تنبيه قلنا ما هو حسنتم احتسابوا الأجر من الله سبحانه وتعالى يجب أن نستشعر أن هناك فضل وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى على قراءتنا للقرآن الكريم لأن كل حرف نقرأه لنا به حسنة إذن نحن نتقن تلاوة السور التي نأخذها وأيضا نأخذ الكثير من الحسنات من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قلنا المتابعة في المصحف مهم جدا أن نتابع بالإصبع في المصحف عند الاستماع أو عند التلعوة أيضا قلنا التركيز على نطق الآيات مهم جدا أن نستمع بشكل جيد في فقرة الاستماع حتى نعرف كيف نقرأ وننطق الآيات بطريقة صحيحة يجب أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة بعد ذلك قلنا القراءة بتمهل أحسنتم إذن يجب دائما أن نقر القرآن على مهل حتى نتمكن من الترطيل والتدبر في الآيات التي نقرأها ونخشى أثناء تلاوتنا للقرآن الكريم أيضا قلنا المحافظة على المصحف مهم جدا في نهاية كل حصة أن نضع المصحف فوق الكتب أو على رف مرتفع ودائما نحافظ عليه من الاتساخ والتلف آخر تنبيه قلنا مراجعة السور السابقة إذن مهم جدا أن ننتبه ونركز على مسألة المراجعة المستمرة مثلا خلال هذه الحصة سنراجع في بدايتها ما أخذنا سابقة إذن المراجعة في الحصة أو في أوقات الفراغ لديكم مهمة جدا وذكركم أيضا ببرنامج مصحف مدرستي برنامج مفيد موجود على جميع أجهزة الجوال سواء الأندرويد أو الآيفون البرنامج مفيد فيه العديد من المميزات المناسبة لكم بإذن الله بجميع السور المطلوبة منكم خلال هذا الفصل الدراسي أتمنى تستفيدوا من البرنامج طبعا زي ما عرفنا الدخول للبرنامج عن طريق الإيميل الرسمي للطالب في منصة مدرستي ونفس الرقم السري إذن قلنا معنا خلال هذه الحصة سورة المزمل الآية رقم 20 لكن في بداية الحصة نستمع للسورة من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 20 كاملة ثم نركز على تلاوة الآية المطلوبة مننا خلال هذه الحصة إذن نفتح جميعا الآن على سورة المزمل جاهزين إذن نستمع سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ممتازين إذا نستمعنا لسورة المزمل كاملة من الآية رقم واحد إلى الآية رقم عشرين دعونا الآن نركز على الآية المطلوبة منها خلال هذه الحصة نستمع لها أيضا أكثر وبعد قليل بإذن الله نقرأها سويا إذن نستمع لسورة المزمل آية رقم عشرين ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ممتازين نستمع مرة أخرى في الآية رقم عشرين نستمع ونتابع بالأصبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ممتازين إذن نستمعنا للآية رقم 20 من سورة المزمل هناك بعض العبادات المذكورة في الآية رقم 20 خلونا نعرف سويا ما هي هذه العبادات التي حث الله سبحانه وتعالى رسوله عليها في أول الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك إذن قيام الليل فضله عظيم كذلك في الآية الأولى في الفقرة التي بعدها فقرؤوا ما تيسر من القرآن إذن هنا أيضا حث على قراءة القرآن الكريم وأجره العظيم فقرؤوا ما تيسر من القرآن كذلك حث على إقامة الصلاة أعرف أهمية الصلاة يا أبطال الصلاة ركن من أركان الإيمان وهي مهمة جدا ركن من أركان الإسلام وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة أيضا الزكاة وآت الزكاة أيضا فضل الزكاة عظيم وهي ركن من أركان الإسلام كذلك فضل الصدقة عظيم وأقرض الله قرضا حسنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغفار في هذه الآية واستغفر الله إن الله غفور رحيم إذن فضل استغفار الله وذكره كذلك فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إذن كل هذه العبادات فضلها وعجرها عند الله عظيم سبحانه وتعالى لذلك نلتزم بهذه العبادات التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها الآن جاهزين حتى نقرأ سويا طبعا تلاحظون الآية رقم 20 هي آية طويلة تتكون من عدة سطور فنستمع في البداية للتلاوة والقراءة وأعطيكم بإذن الله وقت كافي حتى تقرؤون الآية كاملة جاهزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ممتازين إذا استمعنا للآية رقم 20 وقرأناها نعيد مرة أخرى زي ما قلتكم لاحظوا أن الآية طويلة إذن كثناء الاستماع نتابع في المصحف في الأصبع وأيضا عندما تقرؤون مهم جدا أن تقرؤون وتتابعون في المصحف نقرأ بترتيل كما ذكرنا سابقا وأيضا نقرأ علمها إذن نقرأ مرة أخرى جاهزين دعونا نستمع للآية ثم نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ممتازين إذن خلونا في نهاية الحصة نستمع للآية رقم 20 من سورة المزمل إذن الآن نستمع فقط ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ممتازين الله أعطكم العافب كذلك نوصلنا لنهاية الدرس أخذنا خلال هذه الحصة سورة المزمن الآية رقم 20 كذلك راجعنا السورة كاملة من بدايتها من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 20 أتمنى أيضا أنتم في المنزل تذكرون وتقرؤون السورة بشكل أكبر حتى تتمكنوا بإذن الله من إتمامها وقراءتها بشكل جيد ممكن أيضا ترجعون للدرس وتستمعون أكثر للتلاوة أو أيضا تستعينوا ببرنامج مصحف مدرستي الله أعطكم العافية وشكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله